اشتركوا في القناة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذ هالا الأنصاري بمناسبة زيارتهم للبلاد للإعلان عن الفائزين بالدولة الثانية في الحفل الذي سيقام غدا الأربعاء تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2022 وخلال الاستقبال رحب جلالة الملك المعظم بالجميع وأشاد بجهود رئيسة وعضاء لجنة التحكيم الدولية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة هذه النخبة المتميزة والأسماء البارزة دوليا في مجال العامل الأممي والدبلوماسي وأثنى جلالته بهذه المناسبة على الدور الرياضي الكبير الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة في الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز دورها الفاعل على الساحة الدولية أعرب جلالته عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين المجلس الأعلى المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جميع المجالات ولسيما في مجال دعم هذه الجائزة والنهوض بقضايا المرأة في العالم أشاد جلالته حفظه الله ورعا بالأهداف الخير لهذه الجائزة والمتمثلة في نشر رسالة تأكيد للعالم حول ما يمثله إسهام المرأة من جهود في جهود التنية من أهمية كبرى وتأثير على تحقيق الاستقرار المجتمعي في كافة الدول مؤكدا جلالته رعا الله أن البحرين لها حضارة متلامية وماض عريق كما أن للمرأة جهودا كبيرة في نهضة البحرين وتقدمها منذ عقود طويلة ولها دور نبير في رعاية أسرتها وثمنا بكل التقدير والاعتزاز الإنجازات العديدة التي حققتها المرأة البحرينية على الصعيد الوطني من خلال مشاركتها في عملية التطوير الشاملة وصنع القرار وتقلدها أعلى المراتب والمناصب محليا وإقليميا وعالميا